أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما توليه الدولة من الاهتمام بتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المرتبطة بمحور قناة السويس وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بها لتعزيز قدراتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتنوعة جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجرها في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استهل لها بتفقد مشروع تطوير ميناء السخنة الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي السخنة الدخيلة والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط الذي يعتبر أكبر ممر اللوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وخلال جولته بمنطقة السخنة تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريقة السويس السخنة بطول 60 كيلو متر وتابع رئيس مجلس الوزراء تقدم معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق ليصبح بعدد ستة حارات مرورية لكل اتجاه منها ثلاث حارات للنقل ثقيل ورصف خرصاني بإجمالية عرض 56 متر وجزيرة وسطى بعرض متغير ويعد طريقة السويس السخنة محورا مهما يربط بين العديد من مناطق التنمية على رأسها موانئ السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما يستهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق بزيادة عرض الطريق وحاراته وأفصل مصارات الشاحنات عن السيارات ترجمة نانسي قنقر